اهلا بكم في المنا بيتكلم عن المستقبل وان العالم كله هيتعرض لوابق جديد ومش معروف وبيسبب حمى جديدة وهزيان وقلم وفي الاخر بيبدأ المصاب يتكلم بطريقة غريبة وبيقول كلام مش مفهوم طول الوقت من غير اي توقف وبيقف عقله خالص واي ارتبط لي بالواقع والغريب ان العدوى بتنتقل من شخص للتاني عن طريق حسة السامعة يعني لو حد سمع المصاب وهو بيتكلم هيتحول زيه وعشان كده اي حد لازم يخرج من بيته دي مركز محاربة الاوباء العالمي والعالم كله بيكون معرض للخطر وبنتعرف على عالم لغوي اسمه مراد وبنعرف انه محصن ضد المرض ده والحاجة الوحيدة اللي بيحس بيها لما بيتعرض للمرضى هي انه بيحس بصدع شديد جدا ودرجة حرارة جسمه بترتفع وفي يومه هو رجع في طريقه للبيت بيلاحظ مراد ان في بنت قاعدة في الشارع بتقرأ كتاب من غير ما تلبي السماعة وبيقرب منها وبيتكلم معها بس البنت بتفضل سكتة خالص وبتطنش كل كلامه وبتعمل نفسها مركزة في الكتاب وبيوصل مراد لبيت مامته وبتطلب منه طول الوقت يعمل لها حاجات وبتستخسر فيه الراحة من اول ما بيدخل البيت وبيعدي مراد من قدام نفس المكان تاني وبيلاقي البنت سايباله رسالة وبيفرح جدا لان دي اول مرة حد يعجب بيه ويحس الاعساس ده من مدة طويلة بسبب اللي بيحصل في البلد وبيدخل السوبر ماركت وبيلبس السماعات بتاعته وبيسمع المتحولين بيتكلموا معاه والمكان كله بيتحول لفوضى وبيقفلوا باب السوبر ماركت على العمل اللي جوه وبيفضل طفل صغير من غير السماعات وبيزعل مراد عليه جدا وبيقرر يدي السماعات بتاعته عشان يحميه وبيتجيله هو النوبة وبيحس بصدع شديد وبيحاول يتجاهل كلامهم بكل الطرق وبيخرج من المكان في الاخر وبيحاول يحط تلجة على رأسه عشان يهدى شوية وبيوصل في الوقت ده أنتون مدير المكتب الفيدرالي لانه بيعرف بالحدثة الاخيرة اللي حصلت وبيبص على الكاميرات وبيرجع اللقاطات كلها وبيشوف كل اللي مراد بيعاني منه وبيجمع معلومات عنه عشان يعرفه اكتر وبيعرف انه بيروح المستشفى باستمرار عشان السوضاع والحمى اللي بتجيله وبيقرر انه يرأبه ويعرف ازاي بيقدر يتغلب على المرض ومش بيتصاب زي بقى الناس وبيلوح السماعات بتاعته وبيعرفوا من الرقم المكتوب عليها لما بيدخلوا على النظام كل البيانات بتاعته وبيشوفوا انه بيشتغل موظف في لجنة الاتصالات الفيدرالية وبيوصل مراد للمكتب وما بيكونش عارف كل اللي بيخططوا ليه عشانه وبيجيب تصريح معاه عشان يقدر يمسح لقطات الشاشة بتاعته وما حدش يعرف حياته وبيكرر يدور على ملف واحد صاحبه اسمه اوسكار لانه محصن من المرض هو كمان وبيجمع انتون فريقه وبيطلب منهم يقبضوا عليه في اسرع وقت ممكن وبيعرف مراد ان اوسكار خلاص مات ولما بيشوف صور الجثة بيشك وبيحس ان في حاجة غلط ولما بيحاول يمسح لقطات الشاشة النظام بيرفض يفتح وبيقوله انه كلمة السر غلط فبيضطر انه يهرب بسرعة قبل ما حد يمسكه وفي الوقت ده بيوصل الفريق لبيته وبيفتشه الشقة ومامته جوة وبتحط مامته شجرة صغيرة لونها احمر على الشباك عشان تحذر ابنها اول ما يوصل وبيستخبى مراد في بيت واحد صاحبه اسمه كرطام وبالرغم انه انتون شطر في شغله بس عنده اسرار كتير جدا مخبيها وبيدخل لوحده للمنطقة المحزورة وبيتكلم مع واحدة غريبة وبيروح لبيت كانان اللي هو اصلا صاحب اوسكار وبيجي مراد بعدها وبيتكلم مع كانان وبيعرف منه ان في حد دخل وفاتش في بيته من وراه وبيستغرب انه مراد مصمم قوي يشوف صورة الوشمة بتاعه بالرغم ان اوسكار خلاص مات وبيطلب من مراد يدور على صنع الحبوب اللي موجود في المنطقة السادسة يمكن يلاقي اي دليل يفيده وبيسرق انتون اشرتة فيديو عليها سجلات لناس مصابين وبيشوف واحد منهم مختلف شوية وبيتردد يشغاله ولا لا وفي الاخر بيسمعه وبيعرف انه مراد محصن ومش بيتعد من المرض ده وانه مستحيل يكون متحول حتى لو هو عاوز ده وبيحكي انتون كل اللي عارفه للمساعد بتاعه وبيطلب منه المدير يسيب القضية دي وما يدورش وراها وبيهدده انه هيترفض من شغله لو فضل مصمم عن اللي بيعمله وساعتها ما بيتكلمش انتون عن الاشرطة اللي معاه خالص وبيسيب مراد لمامته شوية تعليمات كده عشان حالة التوارق وبتخرج الست من البيت في السر وبتوصل لشقة اختها عشان تستخبى فيها وبيحاول انتون يوصل لملف مراد وبيلاقي المعلومات سرية ومش قادر يفتحها وبيتخلى مراد عن سلسلة غالية قوي عشان يوصل لمعلومات تفيده وبيتمنى ان صاحبه اوسكار يكون لسه عايش ويقدر يساعد انهم يخلصوا العالم من كل المتحولين وبيقوله التاجر انه هيعمله وصايق مزورة وفجأة بيوصل انتون وفريقه وبيتحدى كل كلام المدير بتاعه وبيكمل في شغله عادي جد وبيهرب مراد في الوقت المناسب وبيرجع عنهم بعد شوية لنفس المخبأ السري وبيحط سماعات على ودانه وبيجيب تورطة وشامع وبيدخل القوضة اللي مراده وابنه وعادين فيها وبنكتشف ان هم الاتنين اتحولوا من كام شهر وهو مش راضي يتخلى عنه وبيشوف مراد صور ومالية الشوارع وبيبدأ يتوتر وقعصبه بتتعب جدا وفجأة بيقابل نفس البنت اللي معجب بها تاني بالصدفة وبتحاول انها تساعده وبتاخده شغلة للمكان هادي وبتساعده انه يدخل المنطقة السادسة وبتعرض عليه روح معها للمخبأ بتاعها وبتكرر تقوله الخطة بتاعتها وبتعترف انها جزء من منظمة اسمها زائد واحد وبتقوله انهم محتاجين حد محصن زيه ومش بيتعدي وبيشوف مراد انه مش حابب يتورط في كل ده وبيكرر يمشو يسيبها وبتفضل شغلة تتحيل عليه وبتهدده انها تسيب نفسها تتصاب لو رفض انه يساعدها وبتصعب عليه للأسف وبيوقف عشان يسمعها وبتكتب رقمها عنده وبتطلب منه يفكر كويس ويرد عليها وبيرجع مراد لبيته القديم اللي كان عايش فيه مع امراته احلى ايامه وبيشوف انه كل الناس ساعتها كانوا فاكرين الوباء ده هينتهي والدنيا هترجع زي ما كانت تاني وبيتقابل واحد اسمه فاضل مع عميل سري وبيبلغوا انه انتم بيحقق في القضية ومش هيسيبهم في حاله وبيطلب منه العميل يدور على مراد ويتعامل معه بطريقتهم اللي متعودين عليها وبيأكد له انه ما ينفعش اي حد يعرف انه يقدر يعالج المتحولين ولما بيقعد مراد مع نفسه بيصمم انه يجمع عدلة عشان صاحبه اسكر وبيتوتر لانه مترائب وبيفكر هيتصرف ازاي في الحوار ده وفعلا بيخطف شوية رجالة وبياخدول القاعدة الاولى وبتقدر شولة تنقذه في الوقت المناسب وبتشرح لزميلها انه مراد يبقى صديقها وبتخنعهم يساعدون ان يدور على اسكر صاحبه ولما بتزبط كل حاجة بتاخدوا معاها عشان تعمل مقابلة في الراديو وبتحكي ازاي انضمت للفريق وعن الحرب اللي مروا بها ضد المتحولين وبتصمم انها هتكمل في طريقها مهما حصل وبتشوف ان المتحولين دول كلهم لسه بشر وانهم لازم يلاقوا علاج لهم باي تمن وبيلاحظ ان ابنه مصب جروح خطيرة وبيجري بسرعة وبيحاول يعالجه وما بياخدش باله ان في حد بيرابه برا البيت وشايف كل اللي بيحصل وفجأة بيسمع صوت وبيخرج يفتش المكان كويس وبيستخبى الشخص ده وما بيقدرش انتون انه يشوفه وبتتمشى شولة مع مراد في الشارع وبتقابل في وشها مجموعة كبيرة من المتحولين وبيديها مراد السماعة بتاعته وبتحط هيئة ديها على راسه وبتحاول تشوف رد فعله الغريب لما بيمر جنبه اي متحول ولما بيمشو بتفضل تبصله بخوف وبيتعافى مراد بسرعة وبيرجع لطبيعته تاني وبيطمنها انه كويس وبيوصل معها للمكان اللي بتتجمع فيه مع صحابها وبيعرف منهم انهم بيحاولوا يلاه ولقاح للمرض وبيطلبوا منه انه يساعدهم بس المراد بيرفض وبيشوف انه مش هيقدر يورط نفسه في اي مشاكل وبتقنع شولة في الاخر انه يوافق على شرط انها تساعدوا يلاه يا اسكر وبتوصل بيه لمكان اسمه كارتل وبتقوله انهم هيدخل ويتكلموا مع الزعيم بتاع الكارتل وساعتها الزعيم بيتدايق ان محدش من رجالته منع شولة انها تدخل وبيعقبهم كلهم وبيسأله مراد عن صاحبه وفي اللحظة دي بتدخل ياسمين المساعدة بتاعته وبيشك مراد فيها وبيحاول يجري وراها واول ما بتشوفه بتجرب العربية بتاعتها وبتوصل لمكانه وبتوقف وبتطلب منه يقرب منها عشان تتكلم معاه وبتأكد له انه اسكر لسه عايش بس بترفض انها تقول اي معلومة تانية وبتدي رقم موبايل وبتطلب منه يستخدمه لانه هيساعده وبتمشي وتسيبه وبيعرف انتون من المساعد بتاعه وان كانان بيدور وراه وبيسأل عنه كتير وبيشوف انتون نفس الوشمة على ايد المساعد بتاعه وبيشك فيه هو كمان وبتوصل نفس البنت اللي كانت بترقب بيته تاني وبتصمم تدخل عشان تشوف مخب ايه جوه وبتلاقي ادلة كتيره هو جامعها في بيته عن عضية اسكر ولما بتلف في البيت شوية بتكتشف القضة اللي فيها مراته وابنه وبيوصل انتون في الوقت ده وبيسحبها البرة بسرعة وبيقفل الباب وبيرانه موبايل مراد وبيجري لبعيد وبيرض عليه وبيعرف من ياسمين المكان اللي لازم يروح عليه وبتكرر شولا انها تفضل معاه وتساعده وبتطلب البنت من انتون انه يسيبها تمشي وفي المقابل تخلي الموضوع سر بينه وبتأكد له ان كل هدفها انها هتلاقي علاج ومش حبة تقز اي حد وبيفكر انتون هيتصرف ازاي وهيقدر يسيبها ويثق فيها ولا لا وبيوصل مراد وشولا للعنوان وبيلقوه فاضي وكل اللي موجود شوية ورق وبيشرح الورق ان فيه الوغز لازم مراد يحله في 40 ثانية ولو قدر يعمل كده الخزنة هتتفتح وبيعمل مراد كل اللي مطلوب منه بالحرف وفي الاخر بيوصل للعنوان اللي لازم يروحوا عليه بعد كده وبيتكلم انتون مع البنت وبيحكي لها ازاي ابنه ومراده تصابه قدام عينيه وبيكرر ساعتها انه يقتلها ويتخلص منها عشان يحمي علته وبيمشي مراد على كل تعليمات ياسمين وبيوصلوا هما الاتنين لمكان غريب وبيفتشهم واحد واقف وبيفصلوهم الاتنين عن بعض وبتوصل البنت المكتب فاضل وبتسلمه الملفات اللي لقيتها في بيت انتون وبتفضل محافظة على سره وما بتجيبش سيرة عالته خالص وبتتصدم لما بتلاقي فاضل مصمم يحبسها عشان بتحكيش لحد اي حاجة من اللي هو بيعملها وبيوصل مراد لمكان زحمة وبتقول له ياسمين ان شولة موجودة في مكان جوه وبتدي فرصة انه يختار يا يمشي وراها ويوصل لمكان اسكر وفي الوقت ده مش هيكون قدام شولة اي فرصة للهروب يا اما ياخد شولة ويمشي وطبعا مش بيفكر اصلا وبيجرب سرعة عشان يدور عليها وينقذها وبيحس بيصدع شريد بسبب المتحولين اللي حواليه في كل مكان وما بيكونش قادر يمشي على رجله وبيغم عليه فجأة وبيفوق بعدها لانه بيفكر في شولة وبيتصدم لما بيشوف اسكر قدام عينيه وبيفضل يضرب فيه من كتر قلق وبيلوم انه كان مستخبي كل ده وبتشرح له ياسمين انه في امان وانه كل حاجة تحت السيطرة وبتفرح شولة انه قدر يوصل لصاحبه بعد كل ده وبتفكروا بالاتفاق اللي بينهم وانه جي الوقت اللي هو بقى يساعدها فيه وبتاخد الموبايل وبتمشي وبتتمني انه يرجع يتصل بها تاني وبيتكلم اسكر مع اب حماسه وبيفرح جدا انه واقف قدامه وبنفهم انه اسكر هو اللي عمل فيه مراد حاجة عشان يمنعه ان يتحول ابدا وبيلوموا مراد وبيشوف انه مش حابب يكون مختلف عن باقي البشر وبيتحدى انهم يلعبوا مع بعض ولو مراد اللي فاز ساعتها اسكر يرجعوا لطبيعة تاني زي مكان ولما بيجرب الحبوب اللي معاه بيحس انه في عالم تاني وبيشوف حاجات مش موجودة وبعد كم ساعة بيرجعوا هما الاتنين اللي وعيوهم وبيفوقوا من اثر الحبوب وبيعودوا يتكلموا بجد المراد وبيسألوا مراد ليه بعد واختفى وحتى ما كانش بيتصل بيه طمينه وبيشرح له اسكر كل اللي حصل معاه بالتفصيل وبيقولوا انه فاضل اكبر ويوقع على ورقة بتنص ان المرض ده ملوش اي لقاح وانه خلاص ما فيش اي حل في ايد العلماء ولما اسكر رفض انه يتعاون معاهم وعارف خطتهم بيكرروا يرفضوا يخلصوا عليه وبيولع فاضل فيه وفي المختبر بتاعه وبيمشي وبيقولوا انه في معجزة حصلت معاه وانه قدر يهرب ويستخبى بعيد عن شرهم طول الفترة دي وبتشك شولا في واحد من زمايلها وبتحس ان فيه حاجة غريبة وبتعرف منه انه حبيبته تصابت بسبب شرطي وبيقول لها انه مش هيفضل ساكت اكتر من كده ولازم يتصرف وبيفضل انتون يدور على مراد على امل انه يلاقي علاج لعيلته وبيوصل لمخبأ كارتل وللأسف بيفشل انه يلاقي اي معلومة فيه وبيخلي المجموعة بتاعته تقطحم المكان وبيعرف فاضل بكل اللي بيحصل وبيقعد فاضل بنفسه يتكلم معاه وبيعمل معه اتفاق وبيقوله انه هيسيبه يدور على مراد بس لازم يسلمه ليه على طول وفي المقابل مش هيبلغ عمراته وابنه وبيتصدم انتون ان فاضل يعرف كل حاجة وبيصهر مراد مع شولا وياسمين طول الليل عشان يوصلوا الحل والتاني يوم الصبح بيفضل يفكر يا ترى شولا هتتصرف ازاي وبتشرح لهم شولا انهم لازم يبدأوا يعملوا اختبارات عليه عشان يوصلوا لعلاج في اسرع وقت وبيحاول انتون يرجع عائلته تاني لان فاضل خطافهم وبيضغط على المساعد بتاعه ان يقول مكانهم وبينصحوا المدير بتاعه ان ينافس كل اللي مطلوب منه لو اعاوز يحافظ على حياة عائلته وبياخد رجالته تاني وبيروح البيت مامة مراد والمرة دي بتقرر الستة تقوله الحقيقة وبتثق فيه وبيقبض شريكه عليها وبيرمها في السجن وقبل ما بتمشي بتسيب لانتون علامة عشان يقدر يوصل لمكان ابنه ويحميه زي موعدها وبيدخل مراد مع شولا للمختبر في السر عشان يجمعهم معلومات ومعدات تلزمهم وبيشوفهم مدير انتون وبيستعد عشان يقبض عليهم وبيبعد انتون عنهم وبيحاول يحذر مراد عشان يقدر يهرب بسرعة وبيظهر اسكر قدامهم وبيكرر يكسر كل القواعد ويساعدهم ويقف جنب صاحبه وبيوصلوا لعيادة مليانة بالمصابين وبيعملوا لمراد اشعة وتحاليل وبيضطر يسمع كلامهم وينفذ كل اللي مطلوب منه عشان يلقوا العلاج وبتسمع شولا بالصدفة كل كلامه مع اسكر وبتعرف الحقيقة وبتزعل جدا انه خانها وضحك عليها وبتلوموا على كل اللي عملوا وبيروحوا بعدها المكان عشان يشوفوا اخطر مريض موجود وبيأكد لهم واحد ان النوع ده من المرضى يقدر يعدي اي حد في خلال ثواني وبيتصدموا من شكل الرجل المرعب وبيبعدوا كلهم وفي الوقت ده بيدغطوا على مامته عشان تتكلم وبترفض انها تقول اي حاجة تساعدهم بيه وبيرجع مراد لنفس الموضوع تاني وبيتحيل على اسكر يرجعوا لطبيعته وبيوعدوا اسكر انه يعملوا كل اللي هو عايزه ورايب جدا وبيشوف انتون في شجرة صغيرة كانت موجودة في بيت مراد ملاحظة مامته سايبها له وفيها عنوان مكان ممكن ابنها يكون فيه وبيوصل للمدير معلومات عن مكان مراد وبياخد القوات بتاعته وبيجرب سرعة عشان يلحقه وبيكمل كل واحد في اتجاهه وكلهم بيحاولوا يقبضوا عليه بكل الطرق وبتتقابل شولة مع مامة خطيبها اللي مات وبتتكلم معاه شوية وبيقضوا مع بعض وقت عشان يخلدوا ذكرى وفاته وبيقدر المدير يلاقي اكتاب غريب ممكن يفيده وبيروح مراد وبيقابل شولة وبيعرف منها ان مامته الشرطة اخدتها وبيحس فاضل بالخطر وبيطلب من المساعد بتاعه يدور على الادلة بسرعة وبيتوتر ان اي حد من المسؤولين يعرف البلاو اللي هو بيعملها وبيستلم مراد ظرف فيه رسالة من انتون وبيستغرب انه فعلا بقى في صفه فجأة وحابب يساعده وبيضطر مراد يثق فيه ويسمع كلامه لان ده اخر امل ليه وبيفتكر اليوم اللي رجع يعيش فيه مع مامته بعد ما امراته ماتت وبيزعل جدا على كل اللي مر بيه وبتحاول شولة تفك شفرة الوثيقة اللي معاها وبالليل بيروح انتون يقابل صاحبه في مكان معطوع وما بيكونش عارف ان المدير بيرقبه وفي الوقت ده بنشوف عدد كبير جدا من المتحولين في قضة كبيرة ومحبوسين وبيجيبوا معاهم المريض الغريب عشان يعملوا عليه تجارب والمفاجأ انه اول ما بيدخل كل المتحولين بيسكتوا وبيبطلوا كلام خالص وبتتدايق ياسمين من اوسكار لانه عرف مراد كلمة السر بتاعة الباب وبتشوف انهم بقوا في خطر وبتقولوا انها مش مستعدة خطر بحياتها عشان اي حد وبيطلب مراد من الدكتور انه ياخدوا للرجل المصاب وبيشيل السماعات وبيقفوا الدمه وبيفضل الراجل سكت خالص وبيفضل مراد يرقبه طول الليل وبيبعت رسالة لانتون وبيقوله انه موافق يتعاون معاه ولما بيخرج انتون بياخد باله ان المدير بيرقبه وبيحاول يتخلص منه وبيهرب عشان يبقى برحته وبيطلب من الاطفال اللي في الشارع يعملوا دوشة عشان يشتت انتباهه بعيد عنه وبتتكلم شولة معه مراد عن الشفرة اللي قدرت تفكها وبتقوله ان في حد بيحاول يقضي على المجموعة بتاعتها وبتطلب منه يوقف جنبها ويساعدها عشان تحمل مجموعة وبيتقابل مراد مع انتون لأول مرة وبيعترف له انتون انه كان بيدور عليه في الاول عشان يلاقي العلاج من المرض بس دلوقتي حابب يساعده بجد وبيقوله انهم ممكن يلاقيوا علاج وينقذوا البشرية كلها لو ساعدوا بعض وبيتفقوا مع بعض ان مراد يسلم نفسه عشان مامته تخرج من السجن وفاضل يرجع لأنتون مراده وابنه وبيطلب مراد من انتون يوسل رسالة لفاضل انه عاوز يقابله وبيستعد مراد بعدها عشان ينفس خطته وبيوصل لمبنى المكتب بتاع فاضل وبيستغرب فاضل من اللي بيحصل وبيحس ان في حاجة مش طبعية وبيعودوا مع مراد وبيستجوبوه وبيفضل مراد يسألهم عن الساعة طول الوقت وفجأة بيبدأ الغاز المخدر يشتغل وبيغمى عليهم واحد ورد تاني وبيساعدوا أنتون وبيخرجوا كلهم وبيركبوا العربية وبيهربوا وبيرجع لمامته السلسلة بتاعتها تاني وبيغضب فاضل والمدير جدا من اللي حصل وبيقرروا ينتقموا من أنتون وبيوصلوا المكان وبيحيوا بسرعة وبيقمر فاضل رجالته انهم يتخلصوا من مراده وبنته وفجأة بيتصل مراد بفاضل وبيغير كل ده وبيقولوا أنه مستعد يقولهم كل اللي بيحصل وبيصامم أنه مش هيتكلم غير مع أنتون وبيكتشف مراد أنه أصلا فيه علاج للمرض بس فاضل مخب كل ده على الشعب والحكومة وبيبان كل أفعال فاضل الغريبة وبيلوموا المسؤولين وبيطلبوا منه تفسير لكل القلق اللي بيحصل وبيغضب أسكر من تصرفات مراد وبيشوفوا أنه بكده هيعرض حياة كل الناس اللي بيحبهم للخطر وبيطلب منه يفكر كويس قبل فوات الأوان لأنه هيندم لو حد مات بسببه وبتتقابل شولة مع أشلي وبتحاول تقناع أنها تتعاون معاه وبترفض أشلي وبتشوف أنه كده كده كل حاجة بايزة وأنها هتموت قريب وبيوعد فاضل مع أنتون وبيقوله على شروط مراد وبيوافق أنه يسيبه يخرج من السجن وفي المقابل بيطلب منه يقتل مراد بعدما ياخد منه كل المعلومات اللي هم عايزينها وبيأكد على المدير بعدها أنه لو أنتون عمل أي حاجة غير الاتفاق اللي بينهم يقتله ساعتها على طول من غير تفاهم ويتخلص منه وبيوصل أنتون للمكان اللي هيقابل فيه مراد وبيعترف أنه هيقتله عشان ينقذ مراده وبنته وبيشوف أنه مش قدامه أي حل تاني وبيتوقع مراد كل اللي هيحصل ده وبيكون عامل حسابه كويس وبينصح أنتون أنه يتمسك كويس وفجأة بيضغط على رمود تحكم وبيفجر المكان من وراهم ولما بيوصل المدير مش بيلاقي ليهم أي أثر وبيوصل مراده وأنتون للعبارة عشان يهربه وبيغضب فاضل جدا وبيضطر يسيب مراده وبنته عشان يسمعوا كلامه وبيطلع في الأخبار وبيقول أنهم بدأوا يبحثوا عن علاج للمرض وبيحمس كل الناس وبيفرحوا جدا بالخبر ده وبتتكلم شولا مع صاحبتها تاني وبتقناعها تفضل معاها وبتوافق في الآخر لما بتحس أن فيه أمل وبيقضي مراد الليل كله تاني جنب نفس الراجل وبيبعث له الراجل إشارات غريبة وتاني يوم الصبح بيفتكر كل أهل البلد اللي حصل لهم في نفس اليوم ده والكرسى اللي مروا بيها وبتخرج شولا عشان تروح لأبرة حبيبها اللي مات وبتاخد معاها ورد وبتكون أول حد يظهر للكل إنها متعاطفة مع اللي ماته وبعد شوية الناس بتعمل زيها وبيخرجوا كلهم عشان يروحوا يزروا قصرهم اللي ماتت وبيتجمعوا كلهم على رأي واحد لأول مرة من ساعة الكرسى دي وبتفرح شولا إن خطتها نجحت وإن كل الناس بقت معاهم وفجأة الدنيا بدأت تتقلب وبتحصل فوضى كبيرة والناس كلها بتصرخ وكل واحد بيحاول ينقذ نفسه من الهجوم اللي بيحصل وبتصمم شولا إنهم يكملوا في طريقهم وبتقنعهم إنه ما فيش أي حاجة توقفهم وبتزرع ورده قدام القبور عشان تحيي كل الأموات والناس كلها بتتأثر وبيساعدوها وبتفرح صاحبتها جدا بيها وبتأكد لمراد إن شولا بنت قوية جدا وشطرة وتستحق كل الخير وبيتكلم مراد مع فاضل وبيحذره من الهجوم اللي هيتعمل على المختبر كمان شوية وبيدايقه أكتر وبتيجي قشلي وبتقول لهم إن فيه هجوم فعلا هيحصل وإنها حاولت توقف صحابها ومعرفتش تسيطر عليهم وبيروح معهم نفس الولد اللي كان في مجموعة شولا وبيقدر أنتون يوصل في الوقت المناسب وبينقذهم وبيوقفهم عن اللي كان ممكن يحصل وبيغضب فاضل منهم جدا لإنه كل شوية يتكشف قدام المسؤولين بسببهم وبيطلب من شريك ويجي قص الشريك بتاع المعمل الجديد بنفسه ولما بيظبط الدنيا بيخرج يقف لوحده برة وبيحصل انفجار ضخم جدا وبيموت ناس كتير وبتعرف شولا إن هي والمجموعة بتاعتها اللي هيلبسوا القضية دي أكيد وبيطلب أنتم من مراد يساعدوا إن ينقل أسرته المكان أمان وبيقولوا إن الحل الواحد قدامهم دلوقتي هو إنهم يلاقوا علاج في أسرع وقت وبيرجع مراد لبيت أسكار بس الصحبه بيرفض إنه يساعده وبيقولوا إن الحاجة الوحيدة اللي يقدر يساعده بيها هي إنه يديه مخبأ يستخبى فيه وبيرفض مراد إنه يتخلى عن الناس وبيفهم إن صاحبه مش حابب يدخل نفسه في المشاكل وقبل ما بيمشي بيطلب منه يقول كل اللي حصل فعلا قبل كده بينه وبين المدير وفاضل وبيعترف أسكار إنه مش هيقدر يرجع مراد لطبيعته لإنه أصلا ما يعرفش ده حصل إزاي وبيشرح له إن النفس الدواء اللي هو أخده ناس تانية كتير أخدته وإنه هو الوحيد اللي فضل عايش وتحسن وبيكرر مراد يبعد شولة ومامته المكان آمن وبترفض شولة إنها هتمشوا وتسيبه وبتصمم تفضل معاه للآخر وبيقبل فاضل كل كل كلام المسؤولين وبيحطوا اللوم كله على شولة واللي معاها وبيتفق معاهم إنه يقضي على كل المجموعة دي وبينزل الجيش والشرطة في كل شوارع البلد وبيعملوا حذرة إجوال وبيسيطروا على شوارع المدينة وبيقبضوا على شباب كتير بتهمت التورد في الانفجار وبيتفق الفريق كله مع بعض إنه ما فيش أي حل غير إنهم يهربوا بسرعة وبيلاقوا صعوبة كبيرة جدا إنهم يعملوا كده لأن الشرطة في كل مكان وبيتصاب واحد منهم وبيحاول ينقذوه وبيخدو معاهم بسرعة وبيوصلوا بالبيت أوسكر وبيلاقي نفسه قدام أمر واقع وبيرفض يفتح لهم الباب عشان يحمي نفسه وبيضطروا ينقلوه على المستشفى وحالته بتكون خطيرة جدا ومحدش عارف هيقدر يعيش ولا لا وبيتجمعوا كلهم حواليه وبيزعلوا جدا على وضعه ولما بيموت بيغضب مراد جدا وبيروح لمكان الرجل المصاب وبيصرخ في وشه وبيضغط عليه عشان يقوله إزاي ينقذ الناس من المرض ده وبيفضل الراجل سكب برضو ومش بيقول أي حاجة وبيرجع مراد لمجموعة وبيقولهم إنه مش هيستسلم أبدا ولازم يحارب للنهاية وبيطلب منهم يقفوا جنبه ويدعموه وبيتصل بأسكر وبيبلغوا بموقع معين وبيطلب منه يجي عليه وبيستعدوا كلهم يهربوا من المدينة عشان يهدوا ويعرفوا يحطوا خطة وبيوصل فاضل لمكانهم وبيبعد جنود ويبوضوا عليهم قبل ما يهربوا وبيكرر مراد إنه لازم ياخد الراجل المصاب معاه لإنه هو الوحيد اللي عنده حل للغز وبيخرجوا كلهم مع بعض وبيركبوا عربية إسعاف وللأسف الشرطة بتمسكهم وما بيكونش قدامهم أي حل تاني غير إن مراد يشيل الكمامة الموجودة على بق الراجل عشان يخوف الجنود وفعلا بيتكلم الراجل وكلهم بيتصابوا بسرعة جدا وبيكمل الفريق في طريقه وبيهربوا في الوقت المناسب وبيرفض أسكر إنه يجي معاهم وبيقولوا إنه هيفضل جنب ياسمين وبيعرف مراد إنه أسكر خانه وبلغ عنهم وبيفكر إنه لازم يغير الخطة ويلاقي طريقة تانية يهربوا بيها وبيقرروا يهربوا بطيارة وبيطلب فاضل من رجالته يوصلوا بسرعة على مكانهم قبل ما يهربوا وخطته بتفشى للحمد لله وبيهربوا كلهم بأمان وما بيقدرش يوصلهم بسهولة وبيغضب فاضل جدا لإنه خلاص هيلبس كل اللي حصل وهيتعاقب وبيقول واحد من المجموعة خطب للشعب وبيطلب منهم ما يفقدوش الأمل أبدا وإنهم هيوصلوا لعلاج قريب جدا والعالم هيرجع زي ما كانوا أحسن وبيتصدم مراد في الآخر لإنه بيكتشف إن الخاين كل ده كانت شولة وإنها كانت متفقة مع فاضل إنها تدخل حياة مراد من أول لحظة شافها فيها ولحد ديانا بيخلص فيديو النهاردة لو عجبك فيديو النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدة هشوفكم الفيديو الجاي سلام